السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيبي في قناة مشاهدة وطيورها النهاردة زي ما انتم شايفين. آآ دبحت اكبر كمية البطة عندي على السطح. طب دبحت لا يا مشاهد البط دبحت النهاردة البط بتاعي علشان خاطر طبعا اخف شوية. وفي نفس الوقت يعني ما كلفش نفسي بقى واجهد نفسي مدام البط معايا ما شاء الله عدت تلاتة كيلو ما شاء الله خلاص كده ابدأ ان انا بقى ادبحه عشان ما يهلكش معايا علف وما يهلكش معايا خلطات. وفي نفس الوقت عشان لو عندي حاجة تانية بعلم فيها او كده اقدر ان انا او فيها ادي حقها وان انا اكلها. واوفر كمان في مصروف العالم. زي ما انا قلت لكم بارح طبعا ان انا هخف في البط خالص. آآ فخفيت طبعا وكمان عاوز اقول لكم ان انا دبحت الدكر الكبير اللي كان عندي. آآ عاوز اقول لكم الدكر دوت هو كان عزيز علي جدا بس يعاني كان كل ما يجي كسر البط كان الدكورة التانية كانت تضربه. فقلت بقى مدام هو اصلا يعني وكمان وكمان كان الكسر اللي كان بيطلع منه آآ كان كان البطة بتاعته ما بتطلع كانت بتبقى بطة زغيرة ما تبقاش بطة كبيرة كان هو ما شاء الله دكر كبير. فكانت الكسر اللي كان بتطلع منه كانت بتطلع البطة كده زغيرة مهاش طويلة زيه كده ومعرضة ما شاء الله. فقلت لأ مدام هو طلع لمرة واتنين كده. يبقى لازم يتدبح وجيب وغير دم الدم آآ الدم على البط يعني ما ينفعش ان انا افضل في السلالة اللي عندي على طول علشان خاطر طبعا اطلع انتاج وسلالة تانية جديدة تكون موجودة عندي برضو من حاجة انا. فحبت طبعا بقى ان انا كده اتباحه من النهاردة ده بحت كل البط البغال اللي عندي ما شاء الله. وده بحت كمان آآ الدكر الكبير. وده بحت معاه بطتين تانيين مرجان دكرة. آآ زي ما انتوا شايفين كده طبعا دوت زي ما انتوا شايفينه. آآ عاوز اقول لكم ان انا منضفتهوش على ايدي. يعني انا النهاردة كان في عنده ضيوف من الصبح. آآ يا دوب. بس آآ جوز اخدهم وداهم آآ عندي بتاع الفراخ حيين. فشكارة كده اخدهم وراحموا الدهم له. واتصل علينا تقريبا قبل المغرب او بعض العصر. اتصل علينا الدهم لنا. آآ اكلفه كان في التنظيفات اكلفه سبعين جنيه. يعني بصراحة جميلة جدا جدا جدا. ما اكلفوش معايا آآ مبلغ كبير جدا. انا في واحد تاني كنت بنظف عنده. لما بكون مسلا مشغولة في البيت او في عندي حاجة. كان بياخد على البطاية عشرين جنيه. فمشاء الله ربنا يبارك يا رب. هو اخد على الكمية اللي عنده كلها اخد سبعين جنيه. آآ كمان كنت عاوز اقول لكم ايه? الله ما صلى عن النبي يبارك لنا فيه. آآ دبحت بقى ليه? دبحت عشان خاطر اخف شوية عندي من الكمية اللي كانت عندي. زي ما انتم شايفين طبعا اول ما اتبطت ايجا طبعا كان في عنده ضيوف. فانا طبعا مينفعش احطي في المطبخ لان المطبخ في في وش الصالة على طول. فاخدتوا طبعا آآ في البنيو. حطوت كده في طبق واسع. ان كنت عاوزة طبق واسع. فجبت طبق واسع كده ومليته مية وحاطيت جواه البط. انا طبعا لسه ما نضفتش في اي حاجة. هو متنظف ريش. بس طبعا في حاجات آآ عاوزة تششال. آآ الدماغ بتاعة البط احنا مش بنقولها هاشيلها. آآ المؤخرة بتاعة البط برضو احنا مناش بنقولها برضو هاشيلها. الانصة كانت لسه بالجلدة بتاعتها اللي هي الصفر دي الوقت هاورها لكم. كانت برضو مشارتش. والجنحات برضو كانت لسه اللي هو الضافر بتاع الجنح ده كان لسه مشارش. فانا زي ما اتوا شايفين كده بنقعوا الاول. آآ عاوز اقول لكم ان انا فضلت نقعات تقريبا تلات ساعات في قلبه المية. بدأت بقى بعد ما الضيوف اللي كانوا عنده مش يوم. آآ بدت دخلتي بقى ايه? دخلت كده آآ بدأت ان انا اشطفهم طبعا آآ من الدم اللي فيهم وكده. عاوز اقول لكم ما جيت هنقعهم نقعتهم في ملح ودقعتهم كمان في لمون وخل واجبت ارسون طماطم كده قطعتهم ودعكت بهم البط الاول. وبعد كده حطيت بقى اللمون والخل والملح. ومسكت البط بقى كله ودعكته في بعضه. انا عاوز لكم هنا ان انا كنت بشطفه. خلاص يعني ان هو كده كان بشطف معايا. كان خلاص كان نضفه بقى زي الفل فانا طبعا كنت بشطف فيه كده علشان ان اقعه كمان مرة امت نص ساعة ولا ساعة وبعد كده بقى اخده اغلفه واعينه في الفريزر. آآ زي ما انتوا شايفين كده طبعا يعني كان سهل جدا ما كانش في اي حاجة. زي ما قلت لكم ان انا ما نضفتهوش في قلب البيت. آآ انا عامة الطيور بتاعتي بنضفها في قلب البيت. بس طبعا عشان النهاردة كان في عنده ضيوف. فما كانش ينفع ان انا عاود قدامهم هم موجودين ان انا عاود انضف في البطن. فطبعا آآ باعدتهم اتنضفوا كده وبعد كده بقى طبعا آآ عدت عليهم بقى في قلب البيت زي ما انتوا شايفين كده. وغيرت لهم المية بتاعتهم مرتين. وبعد كده طبعا هسيبهم شوية وبعد كده هكيسهم طبعا وهنضف الانس ريّة من الاشرة بتاعتها الصفرة اللي فيها ديها هنضف الانسة خالص وبعد كده بقى ام كيساهم كله بطاية بالحاجة بتاعتها كده بالانسة والكبدة بتاعتها آآ والجنحات بتاعتها والرقبة بس هشيل بس الدماغ علشان طبعا الدماغ والمؤخرة بتاعتها احنا مابنكولهاش خالص فهشيل الحتة دي والدماغ خالص هشيلها علشان خاطر طبعا ايه تترامى وكده آآ وزي ما انتوا شايفين طبعا كان يعني النهاردة عاوز اقولكو من اسعب الايام يعني آآ تنظف البلط دابت عاوز اقولكوا ان انا ما بحبش ان انا نضاف ب Vielen بره بصراحة بس هو كتر خيره اللي هو نضافهلي عمي اسماعيل ربنا يبارك فيه يا رب عاوز اقولكو ان هو نضافهولي يعني خلهولي زي الفل مش الله ربينا يبارك يا رب وربنا يبارك له يا ربي ويرزقه ويفتحها عليه تخلهولي زي الفل يعني مش محتاج ان انا اشيل الزوايب اكتر من كده ما فيش آآ كان فيه بطة عندي اللي هي البغال اللي هي كان طلع لها اه في المؤخرة بتاعتها كان طلع لها كده الكس الدهني دي برضو انا دبحتها من وسط البط اه وجيالي زي الفل قلبها نظيف مافيش في اي حاجة بالذات البطة ديت انا قلت له لو هي فاها اي حاجة في قلبها ولا فاها اي حاجة ارميها تخلص منها فهو دباحها وقال لي زي الفل مافيش فيها اي حاجة كهي بس مطرح مالبط كان بينتش الشعر بتاعها مجدين من ورا فكانت عاملة اللي هو الكس الشمع ده قال لنما البطة ما شاء الله زي الفول وزا ما انتم شايفين طبعا التربية البيت حاجة كده جميلة تفتح النفس وتشرح حاجة كده جميلة لما تكون مربية كده الحاجة في البيت كده عندك حاجة طبعا ما شاء الله ربنا يبارك يا رب آآ طبعا دي الكباب والأوانس والحاجات ديت والرجلين كمان جايبها لي آآ زا ما انتم شايفين كده برضو نقعتهم لوحيدهم كده فهبتدي بقى ايه احطولهم ميا نظيفة واسبهم لحد كده مسلا نص ساعة ولا ساعة كمان احنا عموما في الشتاء يعني بط مش هحصل له اي حاجة لاني كمان هحطوله كمان شوية خلي في قلبه الميا علشان يحفظه وكمان ميبقالوش ريحة وبعد كده ان شاء الله هقوم بقى ايه اخده كلهم كيسة وقوم آآ عينها بقى في الفريزر بقى اقسمه بازن الله كده وزا ما انتم شايفين كده قدام عينيكم حاجة كده ما شاء الله التربية اللي بيتها هفيش اجمل منا تشجع كده ورب كده وهاتي حاجات في بيتك طيور وكده وربها وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيها يا رب ربنا يفتحها علينا وعليكم باذن الله ويرزقكم ويرزقنا او زا قولك لو انت وصلت معايا في الفيديو الحد هنا ما تنسدش في الاشتراك وفي اللايك وفي الشير اه واهم حاجة انك تعملوا لايك للفيديو يا جماعة اهم حاجة وصلوا الفيديو لا اكبر عدد من المشاهدين مش هيوصل لا اكبر عدد الا لما انتو تحطوا لايك حطوا لايك وانتو بتتفرجي فضلا منك ولايسة امرا يعني ده حاجة زوقيا مني كله ما اعجبكش الفيديو حطوا دسلايك ما فيش اي مشكلة ما نش هزعل منك ولا اي حاجة كل واحد طبعا مننا ممكن يختلف في اي رأي عفوا طبعا لو عاوز اقولكم ان انا سدري تعبان حتى ما نش قادر ان انا اتكلم فالحمد لله طبعا زي ما انتو شايفين كده الفيديو بتاع خلص ستمنى اشوفكم بخير باذن الله